بعد سنين كتير من الضغط على انفينيكس وامتربطها بالتطوير أخيرا انفينيكس السنة دي هتغير لنا كل حاجة في الموبايل وهتشقل بمعدة الفئة المتوسطة مع انفينيكس نوت 7 كل حاجة تقريبا الداف عن المنافسين خامات التصنيع اللي جاي منها الموبايل السنة دي هو عبارة عن بولي كاربونت من الظهر مع فريم بلاستيكي ولكن عشان برضو حاجة للحق أول ما هتطلع الموبايل ده من العلبة بالفينيش اللي معمول فيه استحالة هتقول ان ده انفينيكس فعلا الخامات كويسة جدا بل بالعكس سابتة ومتجنسة كلها مع بعضيها ويمكن ما فيش رؤقات في الموبايل كتير وده اللي هيديك وزن في ايدك حوالي 206 جرام والوزن ده ما هتبارش كبير خالص على الشاشة المحطوطة هنا واللي هنتكلم عليها بعد شوية عندك برضو من الظهر هنا تضلعات كويسة جدا موجودة في اللون الأخضر واللي بصراحة حبيته بعيه جدا مع شعار انفينيكس نوت اللي جاي تزامنا مع الكاميرا الدائرية اللي بتيجي عبارة عن أربع كاميرات وفيه فلاش كواند ولكن مع ذلك الكاميرا الدائرية اللي هنا فيها بروز ولكن بروز بسيط جدا ممكن ان انت تقدر تدريه خالص او تخفي نهائيا اول ما تحط الجراب المرفق في العلبة كبان هتلاها عندك من اليمين عندك زرار الباور واللي في نفس الوقت هو زرار البصمة وبصراحة شجالة كويس جدا ومعنديش علاقة اي مشكلة مع وجود فتحة سمعات 3.5 مليميتر جاك وانا مبسوط ان للحد الوقت فئة الثلاث تلاث جنيه لسه محافظة عليها حجم الشاشة اللي موجود في انفينيكس نوت سيفن هو ستة وكامسة وتسعين من مية انش بدقة اتش دي بلصه من نوع اي بيس وهنا حجم الشاشة فعلا ضخمة قوي لدرجة ان الموبايل اصلا مش هتقدر تمسكه بيد واحدة او توصل لانحاء الشاشة بيد واحدة لأ لازم عشان توصل للاطراف بتاعة الشاشة تمسك الموبايل بيدك الاتنين لان هنا في حجم ثابلت مش عبارة عن موبايل وبس طيب انتو سألتوني سؤالين عن الشاشة دي اخبارها ايه تحت اشعة الشمس بالذات والسؤال التاني كان عن مسألة الاتش دي بلص هل هي هتكون حلوة مع حجم الشاشة ده ولا لأ وخلينا اجيبلك على السؤال الاول دقتها تحت اشعة الشمس عاملة ازاي الشاشة كويسة جدا وبتقدر تشوفها بكل وضوح ولكن لازم اترفع البرائتنس انت يدوي على الاخر علشان شاشة تبنك بشكل اوضح تحت اشعة الشمس السؤال التاني دقة البيكسلات بص عشان يكون صريح معاك طول ما انت بتتفرج على يوتيوب او ماسك الموبايل بتصفحه وفي مسافة امنة يعني انت حطه على بعد كويس من عينك لأ انت مش هتشوف بيكسلات قوي بل بالعكس الموضوع هيبقى مداري وهتستمتع برؤية المحتوى اللي انت بتشوفه على حجم شاشة ستة وخمسة وتسعين من مية انش فده رقم كبير جدا مع الهول بانش اللي موجود طبعا من ناحية اليسار فتقريبا انت الشاشة مش متكلة يعني الهول بانش اللي موجود في النص ممكن نجيه عرضك شوية او عينك بسما ما تيجي عليه لكن اللي موجود على الشمال مع حجم الشاشة الكبير لأ اطلاقا انت عمرك ما هتلاحظه نهائيا ولكن لو انت قربت الموبايل من عينك قوي وبدأت اللي انت اجدقى في الموبايل فطبيعي ان انت هتشوفه بيكسلات ولكن التجربة الحلوة دي بيتكملها معانا السماعتين الاستيريو ايوة انفينيكس خلاص اخيرا بتحط النا في الثلاث تلاف جنيه سماعتين استيريو السماعة الخارجية بتشتغل مع سماعة المكالمات ويدوج صوت استيريو مدعوم من DTS وفعلا الصوت اللي بيطلع من السماعتين دول صوت كويس جدا وفعلا الموبايل صوته عالي اول درجة ممكن تبقى قاعد في قوضة ومشاكل الموبايل في قوضة تانية وبالفعل تسمع الصوت بكل وضوح كانك قاعد معاهم ولكن عندي ملحوصين على السماعتين استيريو اللي بيجو هنا اول حاجة ان انت لازم بتعلش الصوت على اخر درجة عشان ما يحصلش بعض التشويش في يفضل ان انت تنزله درجة او درجتين عشان تقدر تسمعه بكل وضوح والحاجة التانية ودي المهمة قوي ان لانا لاحظت ان السماعة بتاعة المكالمات بتشتغل اعلى صوتها اللي بينطلع منها اعلى من السماعة الخارجية وده جربت على اكتر من فيديو ومع ذلك ثبتت نفس النتيجة فاعتقد ان بتحديد السوفتوير بسيط للديتي اس يزبط لها المسألة دي كلها لكن اوفر اول الشاشة والصوت هيدوك تجربة مثالية في رؤية المحتوى بعيدا عن دقة الشاشة الاتش دي بلس واخيرا اخيرا اخيرا انفينيكس قررت ان هي تستجنع عن كل المعالجات بتاعتها الاليمة وتسمع كلام فعلا محبيها وتبدأ تحط لهم معالج جديد التليفون هنا بييجي بمعالج هالي جي سبعين مع رمات ستة جيجا وزاقيرا مية تمانية وعشرين جيجا مع وجهة ال اكس او اس سكس بوينت وان ودي تعتبر وجهة زي اللي كانت موجودة على الاصدارات القديمة من انفينيكس ولكن تعتبر وجهة افضل بكتير جدا يعني نفس الوجهة تقريبا اللي كانت موجودة على الاس فور والموجودة على الاس فايف والاس فايف برو يعني بنقول وداعا خلاص لكل البقز ودي فعلا حقيقة مسبتة موجودة عندك في الموبايل اما بالنسبة بقى عن التجربة الفعلية بعيدة عن الارقام اللي موجودة على ورق لا الموبايل الداني اداء كويس جدا مع تطبقات السوشيال ميديا والمهام اليومية يعني بفتح فيسبوك انستجرام واتساب كل البرامج اللي انت محتاج على مدار يومك هتفتحها بشكل كويس قوي حتى المالتي تسك هنا ممتاز جدا الرمات فاقصى حالة لها بتوصل تلاتة جيجا لتلاتة جيجا ونص فقط لجير يعني انت عندك من اتنين جيجا لتلاتة جيجا فضيين فده بيديك مساحة اكبر ان الموبايل فعلا يكون قليل من ناحية التهنيق ووفر اول فعلا الاداء اليومي والمهام اليومية ممتاز جدا حتى بالزبط مع العلعاب بما ان فيه هلي جي سبعين وهو اصلا معالج في الفئة المتوسطة مخصص للجيمس فمع الرمات الستة جيجا هيديك اداء كويس جدا على لعبة باب جي هتلعب جيم كامل لمدة ساعة ولا ساعة ونص على حسب ما الجيم ينتهي ومع ذلك انت مش هتشوف اي تقطيع في الفريمات اطلاقا وانا هنا كنت مشغل على اتش دي مع هاي واظن دي اعلى الدقة بيقدر يوصل لها الجهاز ده ما بيوصلش الاعلى من كده لو عايز اعلى من كده بتضطر تنزل الدقة من اتش دي تعمله عالي سموز وتبدأ بقى تلعب على ال اتش دي اار والحاجات اللي هي زي كده لكن طول ما انت على اتش دي هيتقعد معاك على الهاي فقط لجيم وبما ان ان كل حاجة كبيرة في الموبايل ده في انفينيكس قرارت تدي كل حاجة الدعف هنا انفينيكس احطيت لك بطارية خمس تلاف ميلي امبير وكمان معاها شاحن 18 وط موجود جوه العلبة خلا بقى انترجم الاداء الفعلي البطارية هتشتغل معاك كويس جدا وكملت معايا يوم كامل على الاستجدام الشوق بتاعي يعني فتح داتا جي بي اس والشاشة على الاخر كل حاجة مفتوحة في الموبايل ده ومع ذلك كملت معايا يوم كامل وفي اخر اليوم كان فاضل فيها حوالي 20% واضطريت ان انا صحيناها على اخر اليوم بس ده بعد يوم كامل من الاستجدام لكن لو انت على الاستجدام المتوسط فهيتكمل معاك يوم ونص بشكل مستراح اوي اما بالنسبة عن الشاحن فللاسف بتطول نسبيا شوية يعني بياخد حوالي ساعتين من صفر لحد 100% عشان يشحن وبالنسبة للكاميرات هنا في عندك اربع كاميرات في الموبايل ده باربعة كواد فلاش لون واحد الكاميرا الاسية بتيجي بدكة 48 ميجا بيكسل بفتحة العدسة ايفون بوينت ايت والعدسة التانية هي ماكرو 2 ميجا بيكسل والعدسة التالتة مخصصة للعزل 2 ميجا بيكسل والعدسة الرابعة 2 ميجا بيكسل ولكنها مش الترا وايد على عكس اللي احنا شفناه في الكاميرا الاساسية واللي بتطلع نتائج وصور حلوة جدا مع دينامي جرينجي يعتبر متوسط والوانها بيتميل دايما للالوان الطبعية ولكن الكاميرا بتطلع فعلا صور في اضاءة كويسة وفي اضاءة النهارة وفي اضاءة صناعية كويسة بتطلع صور حلوة جدا اما بالليل فانت هتقابل معها بعض النويس ولكن ملحوظة للساعة هنا ان الHDR محتاج ان هو يتظبط بسوفت وير اوب ديت احسن من كده اما بالنسبة للعدسة التانية وهي المكرو برضو بتديك صور كويسة زي هزا يبقيت كل التلفونات اللي موجودة معها في نفس الفئة السعرية ولكن برضو هتحتاج اضاءة صناعية قوية او اضاءة طبيعية بالنهار اما العدسة التالتة وهي عدسة العزل فهنا الجسم بتعزل بشكل كويس جدا او اي حاجة بتخطها قضام الكاميرا فبتتعزل بشكل حلو جدا من انفينيكس ما عنديش عليها اي مشكلة مع بعض طبعا الغلاطات البسيطة لو انت في اضاءة خافطة خلاصة بقى الكاميرات الاساسية لو انت محتاج تفهم بالزبط كاميرات الاساسية صورة حلوة جدا ولكن انا محتاج تحديث يوصل عشان يعدل الHDR او يخليه افضل من كده بشوية اما بالنسبة عن الكاميرا الامامية فهي 16 ميجا بيكسل والكاميرا الامامية اللي انا بتطلع برضو صور كويسة وفيها تفاصيل حلوة وتفاصيلها فعلا بينها ولكن برضو الHDR او الديناميك رينج بتاعها يعتبر متوسط فبنحتاج برضو تحديث عشان يعدل الHDR وقى خير انا شعب التكل عصيب وصلنا للخلاصة والنهاية طيب بص عايز اقولك على حاجة بسيطة جدا انفينيكس نوت 7 يعتبر تطور كبير جدا لانفينيكس وده فعلا لتطور حقيقي لسه كمان هنشوفه يعتبر في فئة التلات تلاف جنيه انت بتاخد اكبر شاشة تقريبا مما شفتاش في اي تليفون تاني شاشة فابلت فعلا مع سماعات استيريو ورامات 6 جيجا وزاقرة 128 جيجا ومعالج اللي هو مخصص للالعاب الجي سبعين فالتوليفة دي كلها على بعضها هتكون مناسبة للناس اللي بتحب لغة الارقام واللي بصة للشاشة الكبيرة والسماعات استيريو ففعلا انت هتلاقي اللي انت عايزه جوه الموبايل ده بس كده شباب ديكون كل حاجة عن انفينيكس الهوت 7 اتمنى يا رب ان الريبيو ده يكون عجبكو وانساء الله في ريبيوهات تانية جاية كتير جدا ما تنساناش من لايك وان انت تشترك في القناة ولو حابب تشتري الموبايل ده تقدر تشتري من خلال اللينكات اللي سابعلك تحت في الواصل انت مش هتضيف اي حاجة خالص ولكن انت هتساعدني ان انا اطور المحتوى بتاعي سوف كنتوا الله في فيديوهات تانية جاية كتير جدا كان معكم محمد طاير دمتم في رعاية الله سلام اشتركوا في القناة